ديفيد هناك مثل بالإنجليزية قريب من مثل الناقة والجمل العربي أمريكا لها ناقة وجمل في هذا الصراع ما هي المصالح الأمريكية في هذا الصراع وإلى أي درجة هي موجودة؟ في الواقع لو اتبعت التشبيه أو الاستعارة التي استخدمتها فالولايات المتحدة حليفة لكل من إسبانيا والمغرب وكذا تجد واشنطن نفسها في موقف تقليدي شائع للغاية لسوء الحظ حيث تواجه الدبلوماسية الأمريكية مشكلة أن دولتين من أقرب الأصدقاء والحلفاء في مواجهة مع بعضهم البعض والموقف الأمريكي إزاء مثل ذلك الوضع وبغض النظر عن فحو النزاع أو مبرراته فإن واشنطن تحاول الوصول بالطرفين إلى أرضية مشتركة والحيلولة دون اندلاع موجة كاملة من الأعمال القتالية بين دولتين صديقتين فنحن نريد أن يكون أصدقاؤنا أصدقاء أيضا فيما بينهم وينطبق هذا على الوضع بين المغرب وأسبانيا مثل ما ينطبق على إسرائيل والدول العربية أو أي دول أخرى يكون للولايات المتحدة بينها أصدقاء على جانبي نزاع إقليمي يعني هذا أن للولايات المتحدة مصلحة أولا في منع نشوب نزاع بين حلفائهم ثانيا في الحفاظ كما قال صديقي بن لورنس على التعاون البالغ الأهمية مع المغرب في مكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة وبشكل عام الحفاظ على الموقف المغربي المساعد للديبلوماسية الأمريكية في المنطقة بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل وهكذا فإن للولايات المتحدة مصالح هامة للغاية في الحفاظ على العلاقات المغربية الأمريكية في مصار طيب وبالمثل فإن إسبانيا عضو في حلف الناتو إسبانيا شريك هام للولايات المتحدة في السياق الذي تحاول إدارة بايدن تشكيله بالتحرك بحلف الناتو نحو توجه جديد يساعد في مواجهة التهديدات العابرة للحدود والتعامل مع التحديات العابرة للحدود ومجابهة النفوذ المتنامي للصين في الشؤون الدولية هكذا فإن إسبانيا تعد أحد الشركاء التي تتطلع الولايات المتحدة للعمل معهم في هذه الأمور ولا تريد واشنطن تقويض العلاقات الأمريكية الإسبانية بسبب نزاع ثانوي مع المغرب هذا كله يعني أن الولايات المتحدة ستحاول وأعتقد أنها ستنجح كالمعتاد في أعقاب كثير من عدم اليقين وعدم الوضوح وأعتقد أنها ستنجح في التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن من خلالها لكل من المغرب وأسبانيا تفادي نشوب صراع بينهما وتفادي حدوث مجابهة أمريكية مع أي من الدولتين ترجمة نانسي قنقر